بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيبا عاملين ايه يا رب دايما تكونوا بخير النهاردة مع بعض هنعمل ان شاء الله استبانخ الطحفة جدا بطريقة حلوة قوي وبطعم مميز جدا اول حاجة طبعا هنشتري استبانخ اللي هي تكون قصيرة كده وورقها اخضر كده ومنعنا وحلو مفيش فيها ورق اصفر ولا حاجة ونبتدي ننظفها من اي ورقة غريبة او شكلها مش كويس ونجيبها بقى نمسكها زي الحزمة كده في ادنا ونجيب البردة بتاعتنا نحطها على طبق عميق كده ونبتدي نقطعها هنبتدي نخرطها زي ما احنا شايفين تخريط مش صغير قوي مش عايزها ناعم قوي علشان هي كده كده بعد التقطيع هتنزل معنا في الصوس فهتتبل هنقطعها وبعد كده هنغسلها انا بخسل السبانخ بعد التقطيع مش بخسلها قبل التقطيع علشان السبانخ بتبقى فيها كمية عالية جدا من الرمل وانا عايزة اتخلص من اكبر من كل الرمل الموجود فيها علشان اتأكد ان انا باكل حاجة نضيفها فغسلها قبل التقطيع بيبقى مش اكيد انت بنظفها كويس جدا بقطعها كده بقطع الكمية بتاعتي كلها بالشكل اللي احنا شايفينه ده ما بنعمهاش قوي وابتدي انزل في الطبق بتاعي اكمل الكمية طبعا اللي عندي تقطيع وبعد كده اروح على الحوت بتاعي اخسلها او الغسلة بنزل منها الرمل خالص بعد كده بابتدي انقعها من الطبق تاني مية وانزل السبانخ فيه واحط معها معلعتين خل علشان لو فيها اي ميكروب او جرسيم او اي حاجة تخلص منها بنقعها كده حوالي 3 دقايق اربع دقايق في الخل والمية وبعد كده بنشلها احطها في مصفة وبعد كده اخسلها جسلة تاني اتخلص من طعم الخل الموجود فيها ممكن اخسلها لحد اربع مرات علشان اتطمن ان انا اتخلصت من اي رمل موجود فيها ونطفت معايا نظافة كاملة اي ورقة بتعدي مني كده برجع قطعها تاني كده خلاص انا خلصت تقطيع ابتدي بقى اروح على الحود واعمل كل الخطوات اللي قلت عليها في الغسيل لحد ما اخسلها واتخلص من كل الرمل وتبقى نظيفة هنا انا جسلتها وزي ما احنا شايفين كده حطيتها في البسكت المخرم ده عشان اتخلص من اي مية موجودة فيها وتنزل اي مية فيها وبعد كده هبتدي بقى اروح على الطبخة الطبخ بتاعي اشوف الطريقة بتاعتي اللي هطبخها بيها ونشوف ايه هو المكون اللي هنحطه لسه بانخ وهيخليها طعمها تحف جدا هنبتدي باسم الله كده نجيب حل على النار ننزل فيها بحوالي ثلاث معالق من الزيت ونجيب بصلة مفرومة كده فرمي ناعم انا بحب البصل يبقى مش قطع كبيرة في الاكل عشان مش بحب طعمه يبان يعني قصد شكله يبان في الاكل ببتدي افرومه كده واشوح في البصلة في الزيت لحد ما تبتدي يبقى لونها شفاف انزل عليها بحوالي معلقة من التوم حوالي اربع فصوص من التوم المهروس علشان اول ما يطلع ريحة التوم معايا كده ومش عايزة لونه يتغير انا عايزة بس ريحته تطلع ابتدي بقى اجيب عصير الطماطم انا عندي تقريبا لتر عصير متصفي معصور كويس ومتصفي من القشرة هبتدي انزل بقى على التوم والبصل احط الكمية بتاع الطماطم بتاعتي كلها المعصورة ومتصفية وانزل بمعلقة من الفلفل الاسود على العصير الطماطم زي ما احنا شايفين كده واسيبه يتسبك بقى انا عايزة التماطم اغطيها بس تتسبك معايا اغطى موارب كده عشان تتبخر المياه الزيادة وتتسبك معايا مش هسبكها تسبك كامل انا عايزاها تبقى فيها شوية مية كده علشان خاطر المية دي الا هتسوي لي السبانخ عشان مش هضيف مية وممكن مش اضيف شربة كمان هنزل بقى في المرحلة دي بالسبانخ بتاعتي المخصولة ومتصفية كويس جدا على الصلصة زي ما احنا شايفين كده لون هيفتح النفس اصلا من قبل ما تتطبخ ما شاء الله الخضروات من الحاجات المغزية جدا مليانة معادن وفيتامينات وتحفة جدا اكلة كلنا لازم نكون حرسين عليها السبانخ دي علشان خاطر الانيميا والحديد اللي دايما شعب المصري كله عنده نقص في الحديد بسبب سوق التغذية فنحاول ندخلها دايما كده في اكلنا سواء فطاير او مطبوخة بالشكل ده انا حطيت نص الكمية ولما هبطت حطيت النص التاني زي ما احنا شايفين هي بتنزل مهما كانت بتاخد حيز كده في البداية وبعد كده بتنزل خالص وبتكش وبتبقى شوية صغيرين هنفتح دلوقتي وهنحط بقى المكون اللي احنا قلنا عليه اللي هيودي السبانخ في حتة تانية خالص وهو معلقتين من العدس الاصفر زي ما احنا شايفين كده مخسولين ومتصفيين كويس جدا هنزل على السبانخ بتاعتي بيهم العدس الاصفر احنا عارفين ان قيمته الغذائية عالية جدا لانه هو بوروتين نباتي هنا هيعلل قيمة الغذائية بتاعة الطبخة وفي نفس الوقت هيعزز اللون بتاع السوس بتاع السبانخ هيخلي السوس تحفة جدا لونه اصفر كده محمر ومع السلسة وكمان هنستفيد بقيمته الغذائية زي ما احنا عارفين لانه هو بوروتين نباتي هنبتدي بقى نغطي عليهم شوية ونسيب البخار كده يسوي السبانخ مع العدس حوالي عشر دقايق كده على نار عالية علشان ما نفقدش الفيتامينات اللي موجودة في ورق السبانخ اي خضار بنطبخه على نار عالية زي ما احنا عارفين عشان ما ياخدش وقت ويفقد القيمة الغذائية اللي فيه هنفتح ونشوف دلوقتي ما شاء الله ابتدت الطبخة زي ما احنا شايفين كده السبانخ خبطت معايا بقى تقل من النص زي ما احنا شايفين اقلبها تقليبة كده على السريع واغطي عليها واسيبها برضو تستوي معايا كمان عشر دقايق انا ما اضفتش مية ولا حاجة معتمدة على الصلصة علشان كده ما كنتش مسبكها للاخر وفي نفس الوقت المية اللي بتنزل من ورق السبانخ بتزود الصوس بتاع الصلصة معايا دلوقتي ما شاء الله بعد مرور كمان عشر دقايق بقت استوت جدا اهيه العدس استوى والسبانخ خلاص ورقها استوى وبقى ريحته تحفة جدا انا عندي في الوقت ده كنت سويت اللحمة اجيب اللحمة بتاعتي انزل على السبانخ عشان خاطر السبانخ تاخد من طعم اللحمة واللحمة تاخد من طعم الصوس الصلصة كده مع السبانخ والاطعمة كلها تتجانس وتدخل في بعضها وتديني طبق السبانخ تحفة جدا خلاص كده خطست اللحمة كلها كده جوه السوس بتاع السبانخ اسيبهم بس ياخدوا غالوة كده حوالي عشر دقايق كمان واطفي عليها انا كده بسم الله ما شاء الله لقوة الا بالله خلصت الطبخة بتاعتي شايفين معايا لونها تحفة جدا ازاي وده بفضل معلقتين العدس اللي انا حطتهم من غير ما حط صلصة ولا اي حاجة السبانخ لونها حلو وريحتها شهية جدا تبارك الرحمن احلى طبق السبانخ ممكن تبخيه بالطريقة دي جربيه ومش هتندمي على طريقتي ان شاء الله يعجبك ويه تعمليه ويه هتدمنيه لان هو متجرب وبقال كتير جدا بعمله طعمه طحفة والعدس موديه في حتة تانية خالص كده عملنا السبانخ بمنتهى السهولة واللزازة طبق متكامل ما شاء الله لقوة الا بالله كله فوائد ومعادن وفيتامينات حاولي تعمليه كتير اليومين دول لان هي موسم قصير والافضل طبعا ان احنا ناكلها فريش مش متفرزنة بس لو بتحبيها ممكن تحط شيليها في الفريزر تبقى تحت ايدك ويا رب ان شاء الله اكون افدتكم ويكون الفيديو خفيف ولطيف على قلوبكم ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد واستودعكم عناية الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته